بسم الله الرحمن الرحيم معكم منصر ابو خديجة معنا بروبلم مرقم 505b من الكود فورسز البروليم بتحكي عنا شخص عنده underwritten graph بتحتوي على n vertices و m edges. ال vertices مرقمة من واحد الى n. وكل edge i هي لها لون ci. بتربط بين two nodes. هيعطيني في السؤال i query. او q query. وكل query بتحتوي على uv اللي هما two nodes. المطلوب مني اني اعرف كم عدد الالوان اللي بتربط آآ النود u مع النود v سواء بشكل direct او indirect. تمام. آآ الانبوت هيكون n و m. n اللي هي عدد النود و m عدد ال edges. و. 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 next m lines تحتوي على a و b و c. a و b اللي هما two nodes. و c. هي ال edge اللي بتربط او لون ال edge اللي بربط بين النود a والنود b. وعنا هنا ملاحظة انه. ممكن يكون اكثر من edge بتربط بين two vectors. اآ two nodes. بس ما بسير يكون اكثر من edge اللي هم نفس اللون بتربط بين نفس ما بيصير يكون اكثر من edge اللي هم نفس اللون بربطه بين two vertices. تمام. المطلوب منه زي ما قلنا نعرف عدد الالوان اللي بتربط بين two nodes اللي هيعطيني ايهم في الكويري. فمثلا انا هيني السامبل الاول بس خلا نشوفه موضحون اكثر. انا هيك الجراف هتكون لما يعطيني اياهم. هيعطيني مسلا نود one معربوط مع النود two. اه. والedge لونه واحد. وحعطيني برضو انه النود one معربوط مع النود الثنين والedge لونه الثنين. وهيك لكل جراف. مسلا لو طلب مني انه كم عدد الالوان اللي بتربط بين واحد واثنين. بين نود واحد والنود الثنين. فهايكون الجواب الثنين. اللي هو النود اللون الاول هو لون الاج الاولى. اللي هو الواحد. ولون الاج الثاني اللي هو الثنين. فحيكون جواب الثنين. طيب لو طلب مني ايه كم عدد الالوان اللي بتربط بين ايه النود واحد واربعة. فحيكون جواب صفر. لانه ايه. عشان نحكي انه اللون بربط بين two nodes. لازم يكون نفس اللون. من النود الاولى للنود الثانية. فيعني. هون. لو ما اشينا من واحد الاثنين عن طريق الاحمر. بعدين من اثنين لثلاث. فشينا غير اخضر. هيك ما لا يعني انه لون واحد. لازم يكون لون واحد شان نحكي انه في لون بصل بين two nodes. لو ما اشينا من طريقة ثانية. من واحد الاثنين عن طريق اللون الازرق او اللون رقم اثنين. بعدين من اثنين لاربعة عن طريق ثلاث. فما بزبطنا بشي هيك. لانه ايه مش نفس اللون. فاذا الجواب هيكون ايه صفر. بين الواحد والاربعة. تمام. لو طلب بس بين الواحد والثلاث. فحيكون لنا لون واحد. اللي هو. ايه في البداية لو مشينا من الواحد الاثنين عن طريق الازرق. ووصلنا للاثنين. جينا نروح للثلاثة. فما بقدر لانه ما فيش لون الازرق. فانا ما بقدر اوصل من واحد لثلاثة عن طريق اللون الازرق. فلسه حد لحد الان ما فيه ولا لون. لو مشينا عن طريق اللون الاحمر للاثنين. هي وصلنا للاثنين. بعدين لازم امشي ع نفس الامشي. عage من لونها نفس اللون الage اللي جيت منها. انا جيت من لون الاحمر. فهون لقيت احمر فاذن بقدر امشي. اه رحت الثلاثة اذا انا وصلت النود اللي بدي اياها. فاذن النود واحد. والنود ثلاث. في بينهم لون واحد فقط. اه بصلهم. اللي هما. وهنا بشكل الانداريكت. اللي يصل بينهم. اللي هو اللون الاحمر. تمام. لو فكرنا كيف ممكن نكتب الكود بهيك حالة. اه لو عن نفس المثال اعطاني انه كم عدد الالوان اللي بتربط واحد مع ثلاث. لو جينا عملنا دي اف اس من نود وان. فاحنا هنبعث في الدي اف اس النود الاولى اللي بدي ايه اللي انا عندها. ونود اللي لوصل لها. وشو اللون اللي اول مرة امش عليه. فانا بعثت واحد وثلاث واللون رقم واحد. اللي هو الاحمر. فوصلت لاثنين. تمام? اللي هي النود الاولى المربوطة مع الواحد. لو وصلت لاثنين. فهعمل دي اف اس منها برضو. بس عندي شرط انه النود اللي دروح لها لازم يكون. لون الاجج اللي بيني وبينها. ايه نفس اللون اللي جيت منه. يعني انا بعثت اللون الاحمر لاثنين. فممنوع اروح لاربعة. لانه لونها. لون الاجج اللي بينهم. مش نفس اللون الاجج اللي جيت منها. تمام. اذا ما اقدرش اروح الاربعة. بس بجرد. بلفع كل النودس المربوطة مع الاثنين. جربت الاربعة مع زبط. جيت اجربة الثلاث. الثلاث يعني نقدر نتخيلها بشكل اخر. انه هي مربوطة مع الاثنين. ايه كتو نودس. يعني النودس النود ثلاث مربوطه مع الاثنين عن طريق الاتج الاخضر. وبرضو عنا كمان نود ثلاث مربوطه مع الاثنين عن طريق الاتج الاحمر. فايضا هجرب الاول اشي. امشي من الاثنين للثلاث عن طريق الاخضر ما حا اقدر. امشي من الاثنين للثلاث عن طريق الاحمر فبقدر لانه نفس اللون اللي جيت منه. هيكثر عندي لون. بعدين بعد ما خلص هذي بارجع لاول اشي. بما انه لسه في نودز في نود اا او في اا ادجز ما مشيت عليها اللي هي لون ازرق فبارجع بامشي عليه. لما مشي عليه اوصل لاثنين نفس اشي ما هيكون عندي اي لون ازرق امش اقدر اروح لاي نود لونها ما بقدر اروح لاي نود الادج اللي بينها وبين النود الاصلية اا ازرق. فاذا انا ماقدرش. هيكون عندي جواب فقط واحدة. اا خنشوف يعني انشان عمر يوضح اكثر. اا في البداية عرفنا انه م و كيو انسر اللي هي عدد النودز والادجز والكويري والانسر حناخد فيها الجواب اللي هي كم عدد الالوان اللي بتصل بين تو نودز اللي حاطينيهم في الكويري. هنا اخدنا دي جراف. خزنناها عشيك اللي بكتور اوف بير لانه انا بدي اخزن النود اللي انا عندها لأي نودز رايحة. شو لون الادج اللي بينهم. تمام. ونفس الشي لانها عندي جراف. اا لو عملنا مثلا اخدنا عدد الكويري. و اكس واي اللي هي تو نودز اللي انا بدي اشوف كم عدد الالوان اللي بتصل بينهم. في البداية هلفع كل النودز المربوطة مع النود الاصلية اللي انا عندها الان. اللي هي كل النودز المربوطة مع اكس. و عندي شرط انه انا منوع اطلع من النود الاصلية على نود اللي هنفس اللون جربتم من قبل. لاني حكون انا اصلا يعني عملتها في DFS و اكسب نشوف كيه. والان مدام انا اللون هذا لسه ما ما مشيت عليه. فاذا بعمله visited. وبعمل DFS من النود اللي انا عندها. والنود اللي دروح لها. واللون اللي معي. تمام. فكل مرة برجع من DFS بعمل للمن. بعمل من ست للـ visited. بقارا ارجاعهم كلهم عن visited. تمام. خنشوف كيف ال DFS. هاي هون احنا. عملنا DFS. شوف شو بصير فوق. تمام. عندي ال current node اللي انا عندها. النود اللي دروح لها. ال color له لون الاجل بينهم. تمام. اذا كانت النود اللي انا عندها فخلص انا جربت هذا جربت هاي النود فمش بحاجة اكرر نفسي العملية كمان مرة. اه بعمل اذا مش وعملها وبتاكد هل النود اللي انا عندها تساوي نود لدروح لها. اذا كان صح فانا خلص وصوت للاجابة. بزيد واحد للانسر. اللي هو يعني عندي صار لون موجود. بقى مرتير. تمام. اه غير هيكة بدي امشي عكل النودس اه اللي متصلة مع النود اللي انا وصلت لها. تمام? وعندي شرطين بس. انه اللي هي يعني زي هيك. انا مثلا كنت عند واحد. وصلت للاثنين عن طريق اللون الاحمر. فبدي اعمل برضو دي اف اس لكل النودس المتصلة مع الاثنين. تمام? هاي هتكون اه فما هقدر ارجع لها. فاكونت ضايل الثلاث والاربعة. بس عندي شرطين عشان اقدر يعني اروح للنودس ثلاث واربعة. اللي هما. احسا اعتبر انه هنه انه انه احنا عندي النود نمبر تو مثلا. فعشان اروح للنود رقم ثلاث اه لازم يكون الكلر البين النود اه نمبر تو مع النود نمبر ثري يكون نفس الكلر اللي انا بعثته في الدي اف اس اللي هو الاصل اللون الاحمر مثلا في المثال هون. اذا كان نفس اللون. وكمان النود اللي دروح لها مش فيزيتد. فبعمل من عندها دي اف اس. وهيك كل مرة. احليف ع كل النودس. اياني. واتاكد انه اذا. اتاكد انه هل النود اللي انا وصلت لها نفس النود اللي انا دروح لها اصلا في السؤال. اذا كانت صحبة جدا الانسر واحد. وفي كل مرة برجع من دي اف اس. بليف ع كل النودس يعني خلصت مثلا دي اف اس من واحد لاثنين عن طريق الاتج واحد. برجع معمل دي اف اس. من واحد. عن طريق الاتج اه نمبر دو. تمام. وهيك لكلهم. كل مرة بخلص كويري. بعمل ممسة للكلار. وبطبع الانسر. وبرجع الانسر بزيرو. وبايد لكل كويري. نفس الشي. اه تمام. اتمنى تكونوا فهمتو الشرح. وشكرا. يعطيكو العافية. موسيقى